وكان فيه عدة تقارير تحديداً انبارح اتنشرت عن اهتمام الجهاز الفني انا بتتكلم لمنتخب مصر خيالة طبعاً فيتوريا ان انت بتتكلم بقى في ايه كريم بمتابعة ست حراس مارمة تحديداً كنا كلمنا الفترة اللي فاتت هو لو الشناوي لقدر الله حصل له مشكلة مين ممكن يكون حارس مارمة منتخب مصر السؤال ده طرحناه تقريباً الاسبوع اللي فات وما كانش ليه اجابة وقتها فانت دلوقتي بتتكلم ان مفروض فيه ست اسماء مرشحة وبيبتدي يركز معها فيتوريا علشان نفهم اللي جاي ايه هل ممكن يكون فعلاً فيه حارس مارمة لمنتخب مصر بنفس قوة مثلاً محمد الشناوي في فترة ما ده مهم جداً مين بقى الست حراس عندنا عندنا احمد الشناوي طبعاً من پيراميدز عندنا محمود جنش من موردن فيوتر وعلي لطفي من زاد ومحمود الزنفولي من الداخلية ومحمد بسام من سيراميكا والهاني سليمان من سموحة واعتقد كل اسم منهم وان لم يكن الستة أسامي بس كل اسم منهم برضو نتذكر ليه ده رائع جداً مع فريق بتاعه في فترة ما طبعاً وبش هتكلم عن علي لطفي طبعاً لاعب الاهلي السابق يعني